اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية اللبنانية وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والرخاء ورحب صاحب الجلالة برئيس الوزراء اللبناني وكلفه بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس اللبناني ولشعب لبنان الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار وأشد جلالته بالعلاقات الثنائية الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات مؤكدا حفظه الله وقوف مملكة البحرين إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته وأمنه واستقراره كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الصعيدين اليقليمي والعالمي إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسيد سعد الحرير بالتوفيق والسداد في جهوده لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار من جانبه أعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن سعادته بلقاء حضرة صاحب الجلالة وعبر عن شكره لجلالته على اهتمام مملكة البحرين وحرصها على دعم لبنان من أجل تعزيز وحدته وضمان أمنه واستقراره